السلام عليكم عاملين ايه وحشتوني جدا وحلقة جديدة من ماسك جامد جدا التين البركاني او الماسك التين الاسود او الماسك الفحم يعني ليه كذا اسمه كذا بلد بس هو ماسك من الاخر بجد وبيشيل كل حاجة بجد في البشرة ان كان بشرتك فيها بقع ان كان بشرتك فيها شوائب ان كان بشرتك فيها تسبغات بيشيل النمش بيعالج البشرة بجد انه فوائده كتير جدا يعني من غير ما انا اقول اوافتي خشي على جوجل وشوفي فوائد الماسك التين البركاني او الماسك الفحم بجد من اجمل الماسكوات اللي جربتها في حياتي ماسك تحفة جدا وهتجربيها يعجبك جدا لو اول مرة تشوفي القناة بتاعتنا يلا نزيل اشتركي معينا حالا عشان تشوفي كل وصفاتنا اول باول وكمان اعمليلي لايك 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 علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من البنات وكلنا نستفاد وكمان نفيض غيرنا زي ما احنا هنستفاد جلا بينا نشوف ايه هو الماسك اول حاجة هنا انا معايا صفار بيضة صفار البيض بيشيل اي تسببات من بشرة بيفتح البشرة بيغزيها وبينقيها بيخلي بشرتك من الانواع الصفية بجد صفار البيض ده من احلى الحاجات اللي في الماسكات لو خايفة من ريحة الزفارة ممكن تحطي سنة فانيليا او سنة من معلقة قهوة ممكن تزودي معايا معلقة من القهوة هنا عاصو اللمونة اللمونة بتشيل اي حاجة في البشرة ان كانت فيها بكتيريا ان كانت فيها بقع فيها تسببات اللمون بيفتح جدا 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 من اجمل الحاجات اللي ممكن تستخدميها في الماسكات اللمون لو بشرتنا بتتحسس من اللمون الغي اللمون ويحط مية ورد هفضل اقلب فيهم كويس جدا لحد ده ملونها يفتح كده شوية اللمون كمان بيطهر يا جماعة البشرة بيطهرها جدا هنا بقى معايا شريط الفحم ده بيتجاب من الصيدلية عادي اسمه شريط برشام فحم ممكن تقوله كده عادي هتلاقيه في كل الصيدليات هو ده اسمه لو انتو شايفينه ممكن تاخدهه سكرينشوت او لو ما عندي كيش ده متوفر انا بحب استخدم الفحم الخام بتاع الشوية عادي بجيبه بحب اطحنه واستخدمه هو شكله كده اه هي هي النتيجة وهي هي الفوايد بتاعتها ده هاخد منه معلقة برضو معلقة كبيرة كده زي ما احنا شايفينه ما علاقة بس بس خلي بالنا عشان بيدهول الدنيا يعني بيخلينا بيبهدلينا الدنيا بجد فانخلي بالنا لو مش حب الفحم ده ممكن تجيبي زي ما قلتلك شريط البرشام وحطي تلات حبات او تلات وحدات ويبتدي افروميهم كده او اطحانيهم كويس جدا بيدهول ويبتدي اه حطيهم ويقلبيهم بقى كويس جدا لحد اما صفار البيج يغطي على الفحم يعني افضل اقلب كويس جدا زي ما احنا شايفين بصوا بقى معايا عامل ازاي تحسي كده ابتدى يبقى سايل شوية وكمان مغطي عليه هنيجي بقى نحط كمان معلقة من زيت الزتون زيت الزتون من الحاجات اللي بترطب البشرة جدا وكمان بتنق البشرة وبتوحدها يعني زيت الزتون من الحاجات المفيدة جدا يعني حاجات كتير بندخل فيها زيت الزتون علشان زيت الزتون من الحاجات المغزية جدا للبشرة احنا نكتفي بمعلقة واحدة بس عشان يبقى ده قوامه انا عايزة قوامه ما يبقاش سايل جدا فده هيبقى قوامه انه هو يبقى بين المتماسك وبين الثيل يعني عايزة اللي هو بين البنين زي ما احنا شفناه كده بالضبط جد عايزة اقولك ان الماسك ده من الحاجات الروعة جدا بجد فده هيعجبك او هجيب بقى كمان معلقة من النشا النشا بيساعد على تسريع التفتيح وكمان بيهد البشرة جدا مع زيت الزتون ما بيخليش بشرتك فيها حساسية من اللمون او كمان بيخلي البشرة هادية ومش محمرة وبتبقى فيها شوية كده من النضارة وكمان بيزيل لو انت عندك بشرتك فيها نقط كده حمراء في البشرة في ناس بشرتك بتبقى فيها نقط حمراء انا بصراحة بشرتك بردك فيها كده فده كله المسك ده شاله تماما 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 لانه فعلا بجد قوي جدا هتشوفيه من جماله هتحبي قوي بصوا ده القوام اللي احنا عايزينه يكون بين البنين زي ما قلتلك كريمي بالشكل ده كده المسك يعتبر خلاص جاهز معنا هبدأ بقى ان انا استخدمه استخدامه بيبقى بالتجاه واحد يا بنات ما يبقاش رايح جاي زي ما بنشوف بنات كتير كده اللي هي بتفضل رايحها جاية بالفرش هلا احنا نفضل بالتجاه واحد عشان المسام بتبقى يعني تبقى جاية بالتجاه واحد اللي هي تبقى المسك يخش في كل المسامات فيجديك النتيجة المطلوبة فخلينا زي ما انت شايفة كده بصوا انا بشيل الفرشة وهي اتجاه واحد اللي هو رايح فده افضل لاي مسك بتعمليه علشان المسامات تتغزى بالمسك فالمسك يجديك النتيجة المطلوبة بتاعتك افضل بقى ان انا هعمل المسك كده وزبطه خلاص على قدية المهم بقى المسك ده بجد عايز اقولك ان تحفة جدا انك تعمليه تحت القبض في الركب في القوع في العقل في اي حاجة في الجسم هنفرقه انما لو هنحطه على بشرتنا هنسيبه عادي وينشف تماما وبعد كده نخسله مش هنفرقه لو هنحطه على وشنا انما لو اي حتة في الجسم يبقى هنفرق كويس جدا المسك علشان يشيل معنا اي سواد بقى لو سواد السنين اي قشور اي طبقة كده ميتة جلد ميت اي بحاجة وحشة فلو في الجسم هنفرقه زي ما انا هعمله كده في ايدي وينشف تماما وبعد كده ان انا افرقه انا كده سيبته خلاص هسيبه عشر دقايق وهبدأ ان انا افرقه زي ما قلتلكه هو بالشكل ده في ايدي في جسمي هنفرق عادي تماما انا برضك حطته على وشي بس ما فرقتهوش انا سيبته ينشف وبعدين غسلته علشان ما هلكش بشرتي هياخد نفس الفايدة اه هياخد نفس الفايدة ان بشرتيك هتبقى شربة المسك وغسلته عادي انما لما هنجي نفرقه بالشكل ده هتبقى النتيجة في الجسم جمدة جدا يعني بجده هتبقى حاجة حلوة قوي هبدأ بقى ان انا افرقه زي ما احنا شايفين بصوا هتلاقي كمية بلاوي بجد طلعا من الايد من الجسم من تحت القبض من اي حتة انت حابة تفتحيها بجد اجرب المسك ده هيعجبك جدا طب بعد كده هيهب بالايد وكده ما فيش مشكلة هنخسلها بالمية بس يعني بصوا انا هو هيبقى فيه اثر كده سمار هاخسله بالمية هيبقى زي القشطة مش هيحتاج ان انا اخسله ولا بصابون ولا بليفة ولا دعك ولا اي حاجة هنخسله بالمية وهتبقى زي القشطة بجد يعني بسوا بيشيل كلها وبيتشال كمان بسهولة يا بنات مش ان هو هيغلبك بقى ويقرفك والكلام ده كله بالعكس بيتشال بكل سهولة زي ما احنا شايفين انا هنا خلاص اعتبر شلته بس من فوق انا حبيت بس اوريك الفكرة انما عايز اقول لك بجد المسك ده هايل جدا للاماكن الحساسة والاماكن اللي بجد يعني حبة تبياضيها تخليها اشتاق بصوا شايفين اه طبعا ده كله نزل انا غسلته بمية بس بمية بس بصوا شاكل ايديا يعني بجد محمرة كده ومديها لونتا وريديو شاكلها حلو طبعا انت لو عملتها تحت القبب بقى تحت ال بين الفخاد في اي حتة حبيت فتحها شو في شكله وشكل جميله بجد تحفة جدا جدا وهيستاهل بقى اللايك بتاعك الحلو علشان تشجعين ان انا ازلكو حاجات اكتر واكتر كده خلاص انا خلصت الفيديو بتاعنا ويارب يكون الفيديو بتاعنا النهاردة عاجبك لو لسه مشتركتش يلا نزيل اشتركي واللايك وباي باي